نحو 17 ألف مزرعة للتمور في المدينة المنورة تنتج 214 ألف طن من التمور سنويا أصحاب بعض المزارع حولوها لمزارات سياحية بجانب استمرار منتوجاتها الحجاج في المدينة المنورة أبرز الزوار تزورت عجوة، خنازي، هذا الذي أتذكر فيه طبيعي، حتى وقصلت وأكلت من القتف إلى الفم عجوة العالية، ما شاء الله، عليها حلوة خالص جربت باسم الله، ما شاء الله حتى جبت منها اليوم نحن نأتي طيبة، طيبة، طيبة بالمرة، ما شاء الله ونعم الضيافة، ونعم الاستقبال، والراحة النفسية وجو يعني الواحد كافلنا عند هلاء، ما شاء الله، وخلق طيبة 20 صنفا من منتوجات مزارع المدينة توضع على أرفف الأسواق تعد العجوة أحد أبرز أنواع التمور إقبالا كينان وأينور اخترى عجوة المدينة كهدية سيقدمونها لأحبابهم بعد عودتهم إلى بلادهم سوف نشتري هدايا لأقربائنا وأصدقائنا في تركيا التمور الأفضل هي في السعودية ولهذا نحن نبحث عن تمور، وبالخصوص العجوة، وهي المفضلة عندي أريد أن أشتري هدايا لأمي ولحماتي، وسأشتري التمور والحلويات حيث يمكنهن تقدمها لضيوفهم لقد أنهينا الحج، ولهذا نحن وأقربائنا سعداء بذلك، وسنستقبل العديد من الضيوف عند عودتنا 80 طن هدايا الحجاج من التمور نقلتها حافلة البريد السعودي إلى 27 دولة منذ بدء موسم الحج تتوزع هذه الحافلة على مداخل الأسواق بقرب الحرم المدني يتبضع الحجاج تمور المدينة من أسواقها وبخطوات بسيطة يودعونها بإرسال هذا الطرد إلى بلادهم حتى يلتقون بتمور المدينة مجدداً هناك في منازلهم عبد المحسن الحربي العربية، المديرات المنورة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر